السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في موسوعة الأوائل نقدم لكم في هذه القناة مجموعة من مقاطع الفيديو المتعلقة بالأوائل في الإختراعات والابتكارات والإنجازات والتطويرات وذلك في مجالة مختلفة كالعلوم والآداب والرياضة والفن فمرحبا بكم ويصرنا متابعتكم في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على أول مروحية استطعت التحليق على ارتفاع عالي وبسرعة كبيرة لكن قبل ذلك ادعمونا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة لنقدم الأفضل في المستقبل المروحية المعروفة أيضا باسم الحوامة أو الطائرة العمودية أو الهيليكوبتر هي عبارة عن آلة تصنف على أنها طائرة ذات أجنحة دوارة لتمييزها عن الطائرة ذات الأجنحة الثابتة الميزة الأساسية المروحية هي دوارنها حول نفسها والإقلاع والهبوط عموديا تنحاجة لمدرج لهذا السبب فإن لها القدرة على الوصول أماكن مكتظة أو منعزلة وأماكن وعرة بدأت قصة المروحية قديما فخلال الفترة المنتدة بين العام 1860 حتى العام 1880 ظهرت أنماط عديدة من المروحيات الصغيرة على يد مجموعة من الباحثين المميزين نذكر منهم أنريكو فورلانيني الذي صنع مروحية بدون طيار في العام 1877 تعمل بمحرك بخاري وهو أول نمط من نوعه ارتفع لمسافة 13 متر وبقي في الجو 20 ثانية ثم المختارع السلوفاكي جانبايل طور نمط من المروحيات الذي يعمل بواسطة محرك احتراق داخلي ارتفعت مروحيته نصف متر في الجو عام 1901 وبالتاريخ 5 مايو العام 1905 ابتكر مروحية أخرى استطاعت الارتفاع 4 أمطار وحلقت لمسافة 1500 متر وبفترة قصيرة بدأ الإخوان الفرنسيان جانوالويس بريكو تجربتهما بوضع أسطح إنسيابي على المروحية عام 1906 وقد أنتجت تجربهما الطائرة الجيروسكوبية عام 1907 ارتفعت قدمين في الهواء لمدة تقيقة وذلك حوالي الفترة المتدة بين 14 أغسطس و 29 سبتمبر كانت هذه الطائرة غير ثابتة وغير متوازنة وقد تطلب رجالا يمسيكونها من كل زاوية من زاويةها لجعلها متوازنة لكن بسبب ارتفاع عن الأرض فقد اعتبر ذلك أول رحة بمروحية يقودها طيار وإن كانت غير متوازنة وغير حرة وفي ذات الوقت بنيت مروحية من تصميم المختلع الفرنسي بور كورنو والذي استخدم فيها أجنح مع كسطة طواران طولهما 6 أمطار ويداران بواسطة محرك بنزيد قدرته 24 حصان ارتفعت هذه الطائرة مقدار قدم واحد وبقيت ثابت بالجول 20 ثانية استمر كورنو بتجاربه على نفس الطائرة مما مكنه من جعلها ترتفع بمقدار مترين لكنه لم يستطع تثبيتها أثناء التحليق مما تسبب بإلغاء المشروع بدأت تطوير الفعلي للمروحيات في أولي عقد العشرينات من القرن العشرين حتم الفرنسي اتيان اومشن وهو ممن عصر بيسكارا أول رقم قياسي لمروحيته في 14 أبريل عام 1924 حيث طار بالمروحية التي سممها لمسافة 360 متر لكن بيسكارا عدا ليحطم ذلك الرقم بطاريخ 18 أبريل عام 1924 حيث طار لمسافة 736 متر لمدة 4 دقائق و11 ثانية بسرعة 13 كم في الساعة وارتفاع مترين قبل أن يعود أومشن ليحطم رقمه مجددا في الربع من ماي عندما طار بمروحيته لمدة 14 دقيقة لمسافة أكثر من كم ونصف وقد تمكن أيضا من الطياران بتائر عرضها كم واحد لمدة 7 دقائق و4 ثانية سلسلة التطوير لم تتوقف بعد ففي العام 1930 بنى المهندس الإيطالي كورادينو ديسكانيو نموذجه من المروحيات المسمة DRT-3 وهي مروحية ضخمة نسبيا تحتوي أجنحة متعكسة طواران وقد حطمت مجموعة من الأرقام خلال تلك المدة كان مهندس الملاحة الجوية السوفيت بوريس يوريف وأليكسي شيرموخين قد عمل على تصميم مروحية في المعهد المركزي للعلوم الهيدرو ميكانيكي الهوائية وهي مروحية ذات دوار رئيسي له أربعة شفرات ومجموعتين من المروح وتعمل بمحركين كان كلا المحركين عبارة عن نسخة من محرك فرنسي قديم يعود إلى الحرب العالمية الأولى وقد تم عمل عدة محاولة طيارة نجحة ذات ارتفاع منخفض لكن بتاريخ 14 أغسطس عام 1932 استطاع شيرموخين إلا أنه لم يتم الاعتراف بهذا الرقم القياسي رسميا أقدم المهندس الروسي نيكولا فلورين على بناء أول مروحية ذات مكائن دوارة مزدوجة وقد طارت مروحيته بإحدى مدن بلجيكا في شر أبريل سنة 1933 على ارتفاع 6 أمطار رغيب فلورين في تصميم الدوارات لتكون ذات ميلا قليل بالتجاه المعاكس لعزم الدواران وقد تم استخدام دوارات عديمة المفصل ودوارا مشترك مما قلل من الضغط على الهيكل وقد اعتبارت تلك المروحية بذلك الوقت من أكثر مروحية ثباتا بالرغم من النجاح الذي حققته الطائرة الاختبارية العمودية إلا أن المروحية الألمانية المسمة فوك وولف 61 تفوقت عليها بالإنجازات فأول عملية طيارة لهذه المروحية كان عام 1936 وحطمت جميل أرقم القياسي التي سبقتها بحلول عام 1937 وقد قادتها أول مرأة في شهر فبراير من نفس السنة واسمها هانا ريتش استخدمت ألمانيا النازية تلك المروحية في مهمات قليلة خلال الحرب العالمية الثانية كالمراقبة والنقل ومهمات الإخلاق الطبي وبسبب كثرة قصف حلفة للألمان لم يتم إنتاج كميات كبيرة لتلك المروحيات في ألمانيا